الى ذلك اقرى النظام الايراني ان الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات المستمرة في البلاد تشكل خطورة على وجود النظام اكثر من التهديدات الخارجية واعترف قائد الحرس الثوري الايراني محمد جعفري ان الاحتجاجات الشعبية اثرت على افكار بعض المسؤولين ونشرت حالة من خيبة الامل بين المواطنين من النظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة